نفتح ملف لاحتجاجات الطلابية المتنامية في الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من دول العالم ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة فمن لوس أنجلوس إلى نيويورك مرورا بأوستن وبوستن وشيكاغو وأتلنطا تتسع حركة الطلاب الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين حيث نظمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميا مثل هارفردويل وأكلو أمبيا فيما تهدد السلطات بإرسال قوات أمنية لتفريقها وقامت بهذا الأمر في عدد كبير من الجامعات ومنذ أيام يتكرر المشهد في أنحاء مختلفة من البلاد حيث يقوم طلاب بنصب خيام في جامعاتهم للتنديد بالدعم العسكري الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل والوضع الإنساني المتدني في قطاع غزة ثم بعد ذلك تقوم شرطة مكافحة الشاف في كثير من الأحيان بإخلائهم بناء على طلب إدارات هذه الجامعات كما يواصل مئات الطلاب احتجاجاتهم في عدة جامعات أمريكية للمطالبة بسحب استثمارات الجامعات من الشركات التي تتربح من بيع السلاح للجيش الإسرائيلي أو حتى التي تتربح من وراء الحرب الدائرة هناك مشاهدين الكرام انطلق هذا الحراك التلابي داخل الجامعات الأمريكية قبل 12 يوما في جامعة كولومبيا وفي الصورة كما ترون مديرة جامعة كولومبيا المصرية مصرية الأصل طبعا السيدة نعمات شفيقة انطلقت من داخل جامعة كولومبيا الحركة التلابية عندما بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم الجامعة في نيويورك مطالبين إدارة الجامعة بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تقوم بدعم احتلال الأراضي الفلسطينية امتدت شرارة الاحتجاجات الطلابية الأمريكية إلى الكثير من الجامعات الأمريكية والتي نستعرضها في الخريطة التالية وأبرز تلك الجامعات جامعة ولاية أريزونا كلية بارنرد جامعة كولومبيا جامعة دونيفر جامعة جورج واشنطن جامعة ولاية أوهايو جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل جامعة جنوب كاليفورنيا جامعة تاكساس في أوستين جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا جامعة يال ما أقول الآن هو بعض من هذه الجامعات البعض يتحدث عن ما يقرب من 75 جامعة انتشر فيها حراك طلابية رافض للاحتلال الإسرائيلي المفاجئ أن غالبية هذه الجامعات هي ما تسمى بجامعات النخبة وجامعات الصفة في الولايات المتحدة الأمريكية وأشهر الجامعات على مستوى العالم هارفرد وكولومبيا حتى أن وصل الأمر في ردود الفعل ليست من الشرطة الأمريكية أن رأينا عدد كبير من النواب الأمريكيين وعلى رأسهم رئيس الجامعة طالب بإقالة نعمات شفيق رئيس الجامعة كولومبيا والتي يراها البعض أنها هي التي استدعت الشرطة الأمريكية لداخل الجامعة لكن هؤلاء النواب يرون أن نعمات شفيق لم تقم بواجبها لحماية الطلاب اليهود داخل الجامعة ولم تعمل ما في وسعها لمحاصرة ما يسمونه معادات السامية إذن قامت الشرطة بالتدخل لمحاولة فضل اعتصامات وقامت باعتقال عشرات الطلاب واشنطن بوست اليوم منذ قليل تحدثت عن ألف ومائتي طالب لكم أن تتخيلوا الشرطة الأمريكية قامت باعتقال ما يقرب من ألف ومائتي طالب حتى الآن مما أشعر حالة من الغضب دفع بطلاب عشرات الجامعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام لهذا التحرك الطلابي وكما ذكرنا أبرز وأعرق الجامعات المرموقة مثل هارفرد وجورج واشنطن ونيويورك ومعهد IT للتكنولوجيا هذه هي الجامعات وهذه هي التي كانت في صدارة هذا المشهد اتسع ويتسع نطاق الحراكة الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة ليشمل جامعات أخرى هذه المرة ليست داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في أوروبا وفي أماكن أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحتى استراليا شهدت مظاهرات شاسعة تطالب بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة ووجهت مؤسسات أمريكية وأعضاء في الكونغرس كما تحدثنا قبل قليل وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون اتهامات بمعادات السامية للمشاركين في هذه الاحتجاجات على خلفية مطالبتهم بضرورة وقف إسرائيل لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة كما اجتاحت قوات الأمن الأمريكية عديد الحرمة الجامعية ونكلت بمئات الطلاب والباحثين وأعضاء هيئات التدريس واعتقلت العشرات منهم وذلك بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء العالمية وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحرك بعض النواب وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون حركت عند البعض ذكريات أليمة تعود إلى العام 1970 حين قتل طلاب عزل برصاص عناصر من الحرس الوطني الأمريكي خلال احتجاجات ضد حرب فيتنام تحديدا في أوهايو في مايو 1970 عندما بدأ الطلاب في الاحتجاج على حرب فيتنام والغزو الأمريكي لكمبوديا في حرمهم الجامعي في الثاني من مايو وبعد يومين فتح الحرس الوطني النار على المتظاهرين المناهضين للحرب والمرة مما أدى إلى مقتل أربعة شبان وإصابة آخرين غير أن البيت الأبيض امتنع حتى الآن وحتى هذه اللحظة عن ذكر هذا السيناريو إذ أكدت المتحدثة باسمه كارين جان بيار أن بايدن والذي يسعى للفوز بولاية جديدة يؤيد حرية التعبير والنقاش وعدم التمييز في الجامعات وأيضا قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الإدارة الأمريكية تحترم الحق في الاحتجاج السلمي لكنها ما بين قوسين تدين تماما لغة معادات السامية التي سمعناها مؤخرا وتدين بالتأكيد كل خطابات الكراهية والتهديدات بالعنف على حد تعبيري الذي لا يقال في هذا المشهد أن كثير من الطلاب الذين يحتجون على هذه الإبادة الجماعة والحرب الإسرائيلية على قطاعها هم أصلا طلاب يهود من جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وصف هذه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطين في الجماعات الأمريكية بأنها مروعة ويجب أن تتوقف وتعليقا على المظاهرات المؤيدة أو الرافضة لهذا الاشتياح الإسرائيلي أو عفوا تعليقا على هذه التظاهرات التي تشتاح الجماعات الأمريكية وصف بن يمين نتنياهو لاحتجاجات بأنها مروعة قائلا أنها يجب أن تتوقف وقال نتنياهو إن ما يحدث في الجامعات الأمريكية أمر مروع وإن جحاف المعادية للسامية سيطرت على جامعات رائدة وفق تعبيره واعتبر أن المتظاهرين يطالبون بالقضاء على إسرائيل ويهاجمون الطلاب اليهود ويهاجمون أعضاء هيئة التدريس من اليهود بحسب تعبير بن يمين نتنياهو وقال نتنياهو هذا يذكرنا بما كان يحدث في الجامعات الألمانية في الثلاثينيات وفق قولي طبعا من القرن الماضي هكذا وصف بن يمين نتنياهو هذه التحركات الطلابية ووصف اليهود بأنهم يعادون السامية والتقط الكثير من أساس الأمريكيين مثل هذه الألفاظ واستخدموها والمدهش أنه لا أحد خرج وانتقد بن يمين نتنياهو عندما طالب بالتعامل بقوة بعنف مع هذه الحركة الطلابية إلا فقط عضو الكونجرس الأمريكي بيرني ساندرز مشاهدين الكرام استنادا إلى دروس التاريخ هناك أسئلة كثيرة للحقيقة مطروحة ونطرحها يوميا الآن السؤال الأول ما مستقبل الاحتجاجات الجامعية في أمريكا وفي العالم ككل وهل تؤثر هذه التظاهرات على إدارة بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة وهل ستلعب دورا في توجه الناخبين وأصواتهم وهل هذه التظاهرات من الأساس تهدد علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا وسؤال آخر ما دلالة انتقال تلك الاحتجاجات من أمريكا إلى جامعات أخرى حول العالم في فرنسا السوربون على سبيل المثال إذن هي أسئلة كثيرة تفرض نفسها ونحاول في الجزيرة مباشر الإجابة عليها ترجمة نانسي قنقر